جوبين جادت لكم التحيات بعد الفاصل مع الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمونية ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية أهلا بيك نورتنا ونورت كنان جيسي وبرنامك حكاونا عمروان في البداية كده عايزين حضرتك تتكلمنا على أهم المقدرات وبالأخص صفراء لوعي التكنولوج تحيات المؤسسة التحيات طبعا لحدك والأستاذ المشاهدين يعني احنا مؤسسة القادة حضرك عارف ان احنا مؤسسة مجتمع مدني ذاتنا في عام بتشري في عائنا وزارة التضامن بنقدم مشروع اسمه مشروع الوعي عندنا مشروع كبير ضخم جدا اسمه مشروع الوعي ومشروع تاني اللي هو متعلق بالتدريب والتأهيل والفرع الثالث عندنا التنمية ثلاث فرع أساسية ومجالات أساسية بنشتغل فيها في مجال الوعي عاملين سفراء الوعي سفراء الوعي بتحاكي أكتر من مجال منها مثلا عندنا سفراء الوعي التكنولوجي سفراء الوعي التكنولوجي كنا من حفل تخرج الدفعة الرابعة منها من يوم السبت اللي فات الحقيقة سفراء الوعي التكنولوجي من واحدة احنا دي حق خالص للمؤسسة وليه الدكتور محمد محسن رمضان اللي هو مؤسسة الهاية العليا للتحاول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات احنا كنا بنعتبر ان ده محور من المحاور في التكنولوجيا يعني محور محاور سفراء الوعي ولكن احنا عشان فيه الدكتور محمد محسن عنده عامل كتاب عن الوعي التكنولوجي فحولنا القصة الى ان احنا نعمله كبرنامج كامل سميناه سفراء الوعي التكنولوجي سفراء الوعي التكنولوجي ده واحد بيحاكي يعني الى مجتمع رقمي امن ازاي بنقدر نعمل توعية في مجال التكنولوجيا والامن السيبراني والمجالات التحاول الرقمي وهكذا من خلال برامج من تقدمها المؤسسة طبعا يعني برضو نؤكد على ان كل ما تقدم المؤسسة برامج من برامج مجانية بدأ برنامج سفراء الوعي الحقيقة كان مع الدفعة الاولى ثم الدفعة التانية وكنش متوقعين ان هيبقى معانا من دول عربية فمن الدفعة التانية تقريبا بدأ يخش علينا من مشاركين من دول عربية كثيرة يعني والحمد لله في الدفعة الرابعة دي كان الحجم كبير جدا دول عربية من كل السعودية والامارات والكويت والبحرين وامان ودباء والاردن وفلسطين موجودين طبعا كلهم شاركوا معانا ان البرنامج ده بينفذ اونلاين فطبعا بيوتيح للكل طبعا تقدمنانا عداد كبيرة جدا بناخد في كل انا ما نصور بردك المبادرات يعني ازلوها جماعة وزنوك بناخد كل مرحلة بناخد يعني مثلا عدد بنصفي تبكى للرولز المحطوطة بنصفي يعني بيوصل حولي 850 مشارك في الدفعة طبعا يعني انا طبعا بأكد على ان رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج المؤسسة من خلال برتكول تعاون مع الوزارة هي طبعا لان من دور وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الاهتمام بالوعي وتنمية الوعي في المجتمع المصري في كافة المجالات فاحنا احد المؤسسات التي تعمل في مجال الوعي مع وزارة التضامن لينا طبعا شراكات مع العديد من الجهات الاخرى لينا شراكات مع جامعات ووزارات وهيئات اخرى ولكن احنا بنقدم كل ده بنوصل بنعمل التفاهمات دي كلها عشان نوصل نحنا نقدم منتج كويس جدا لابناء الشعب المصري لنشر الوعي نشر الوعي بقى في كل المجالات احنا كلمنا عن الوعي الوقت بنتكلم عن الوعي التكنولوجي ولكن عاملين حاجة بنتكلم فيه عن الوعي بالمشروعات القومية عملنا حاجة اسمها سفراء الوعي السياسي لان ده مهم جدا كل اللي احنا بنقوده كعناوين وشغل اشتغلناه هقول لحضرات وعندين كمان سفراء المرأة الى البرلمان والمحليات واطلقنا مبارح سفراء الثقافة والفنون يعني ده دم ليه لان انت في الاخر عايز توصل لمجتمع واعي يعني نشر الوعي وتنمية الوعي في المجتمع ككل يحافظ على ما تقوم به الدولة من مشروعات يحافظ على يعني كل ما تقدمه الدولة على مرة العشر سنوات اللي فاتت دي من مشروعات وتنمية مش هنقدر نحافظ على الكلام ده إلا إذا كان عندنا وعي حقيقي وليس وعي مزايف ودايما نحنا نتصور معانا سفراء المرأة ودايما نحنا بنأكد على أن الوعي هناك وعي مزايف وهناك وعي حقيقي الوعي المزايف ده ممكن تكون معلومات غير حقيقية وغير يتم بساء عن طريق جهات أخرى فبالتالي يتكون عندك وعي ووعي ده غير صحيح ووعي ومزايف إنما احنا بنسعى أن احنا نقدم الوعي الحقيقي المبني على المعلومات الحقيقية والبيانات الحقيقية التي تم التحقق منها والتدقيق فيها من خلال طبعا الدولة نفسها من منصات الدولة من خلال مراكز الدولة بحيث نحن عندنا داتة كاملة نقدر نتكلم فيه يعني فيه دعم الدولة مع خضراته الدولة معنا في كل حاجة مش دعم مادي يعني ما عندناش دعم مادي من أي جهة يعني لا يعني طبعا لا الدولة ولا غير الدولة يعني إحنا إنما الدعم اللي بتقدموا الدولة معنا دعم لوجيستي دعم بوجودهم معنا بمدنا بالمعلومات بمدنا بال لا بمدنا بمعلومات بمدنا ببيانات مهمة جدا نقدر نتكلم منها لأنه لازم فيه مصدر نتكي عليه الحاجة الثانية طبعا وغود وزارة التضابن معنا لا شريك طبعا معنا لحنا يعني هم بيقدمونا حاجات تبقى للبروتوكول إنما إن تكلفة البرامج كلها بتتحملها المؤسسة القادة في على مر الزمن يعني ما تكلمنا على برنامج القدوة المؤسسة عندك؟ طيب هنتكلم عن برنامج القدوة برنامج القدوة ده أنا كنت حابة بنخليه للآخر بس يعني طب شو حاليا عسكرا آه لا يعني أنا قصدي يعني ممكن نكمل في سفراء عندنا الوقتي مشروع سفراء الوعي السياسي الوعي السياسي تماما سفراء الوعي السياسي ده واحد من أهم المشروعات التي تعمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطن بصفة عامة يعني ما هيش ما أنا بخاطبش حد معين أنا بخاطب كل المواطنين سواء كانوا بينتموا الأحزاب أو قوة سياسية أو كتلة شبابية أو أفراد بصفة مطلقة مش منتمل أي حاجة ليه أنا يهمني فكرة الوعي السياسي هنا يفهم يعني إيه من أول معنى كلمة دولة ومفهوم الدولة ووظائف الدولة وإحنا مشي لغاية وظائف الأحزاب ودور الأحزاب وأهمية وجود الأحزاب في الحياة السياسية ودورها في الحياة السياسية والمجتمعية والتنموية ده كله لازم يعني إحنا تنشيط الحياة السياسية من خلال تنشيط الأحزاب ده مهم جدا إحنا لا ننتمل أي حزب ولكن من مصلحتنا كمؤسسة بتشتغل بالوعي إنها تعمل نشر الوعي السياسي وتخلي كل الناس تمارس حقها السياسي من خلال قنوات شرعية قنوات الشرعية اللي ممكن يمارس منها المواطن الحقوق السياسية اللي هي من خلال الأحزاب عشان كده احنا يهمنا يبقى فيه أكتر من حزب فعال على الأرض عشان كده بنحاول نساعد المواطن على إنه نفهمه يعني إيه السياسة يعني إيه وعي سياسي يعني إيه كل الدور الأدوار اللي بتقوم بيها الأحزاب السياسية دور البرلمان دور المحليات أهمية الكلام ده كله بحيث إن احنا نشجعهم بعد ما نسقفهم كويس جدا نشجعهم بقى هم يروحوا يختاروا اللي عايز يختار حزب اللي عايز يختار يا كتلة اللي عايز يختار أي حاجة احنا ما إهمنا بس المهم يبقى هناك قناة شرعية لكل مواطن يرغب في ممارسة العمل السياسي من خلال قناة شرعية بس يفهم الأول ويفهم أهمية الكلام ده اتجاه هو بمحسن أنا دوري توعية أنا مبلعبش السياسة الخالص ومحرم عليها السياسة أصل فلكن أننا دوري أننا نشتغل على الوعي لأننا لو أنت جيد حضرت في مشروع السياسة الوعي السياسي الوعي السياسي يحافظ على التنمية الوعي السياسي يحافظ على المشروعات الوعي السياسي يحافظ على الأمن الوعي السياسي يحافظ على كل ما تقوم به الدولة المصرية فإذا كان عندنا وعي السياسي حقيقي هيبقى ضمننا ان العمل العام في مصر هيكون بشكل جيد ده بالنسبة للوعي السياسي عندنا بعد كده في مشروع ضخم جدا عاملينه للمرأة بس المرأة اللي هو سفراء المرأة إلى البرلمان والمحليات طب ليه عملناه كده ده مختلف عن الوعي السياسي الوعي السياسي احنا بنعمل وعي ومطلب وعي بصفة عامة بتأهيل بصفة عامة ما عندناش مفيش الجزء العملي على الارض يعني انما في البرنامج بتاع سفراء المرأة إلى البرلمان والمحليات حدك عارف ان المرأة بتمثل 25% سواء من البرلمان او سواء من المحليات يعني لو هنتم بنتكلم ببرلمان فهم ليهم قوة 25% سواء بنتكلم في المحليات بنتكلم برضو 25% طب الارقام دي احنا محتاجين قوي نظهر المرأة في صورة متميزة في العمل البرلماني او العمل في المحليات طب ده هنعمله ازاي ان احنا هندرب كل من يرغب في ممارسة او تصدي البرلمان او يرشح نفسه في البرلمان او يرشح نفسه في المحليات احنا هنأهل كل الناس دي اللي عايز بنأهله تدريبا وبنأهله محاكاة بنعمله محاكاة كاملة سواء للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وبنعمل محاكاة للمحليات بتدريب عملي مش نظري يعني تدريب عملي عملي ما هو ده دي الميزة في البرنامج ده ان كل البرنامج على بعضه عملي ازاي يطبق كل مفاهيم وظائف البرلمان وقاليات البرلمان وقالية التعامل ده للمرأة فقط ده للمرأة ده للمرأة ده لبرنامج ده للمرأة يعني هعندينه لانها لها كتب واحنا يعني مع الوقت محتاجين يعني محتاجين نضغط شوية مع المرأة ليه عشان يعني تطل يعني نقدر نطلع نمازج جيدة ومشرفة وطبعا هم النمازج الموجودة كويسة ولكن احنا بنقول كل ما زادت الفرص كل مناس كتير قوي تقدر يبقى فيه منافسة اقوى يعني عشان كده عمليت برنامج ده وده يعتبر من اهم واقوى البرامج اللي طرحت في الفطرة في محدش عمل والحمد لله غيرنا سفراء الوعي عموما ده حق مطلق لمؤسسة القادة يعني سفراء الوعي ده احنا مسجلينه باسمنا مسجلينه في الوزارة ما عاملين كل الاجراءات اللي تحفظ لنا حقوقنا في كلمة سفراء الوعي بكل مجالاته ده ده الحمد لله طيب انت بنتكلم احنا الوقت طبعا احنا عملنا مشروعات مشروعات كتيرة في التدريب والتأهيل بندرب طبعا شباب مصر كلها كل اللي من يرغب في التدريب سواء تدريب اداري او تنفيذ ده تنفيذ ده احنا بنضربهم سواء كان موظف ده حكومة او غير موظف احنا عاملين برامج اسمها رفع كفاءة العاملين بمؤسسات الدولة ده بنضرب العاملين بمؤسسات الدولة ده تدريب خاص لوحده مع الموظفين ده رفع ده بنرفع كفاءته في المجال طب الشباب اللي عايز يتدرب بقى واللي عايز ياخد برامج ده بنديهم برنامج اسمه برنامج قيادات الادرية والتنفيذية رفيعة المستوى بدأ البرنامج ده معنا من 2014 احنا قلنا كده قيادات الادرية والتنفيذية رفيعة المستوى الوزراء والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم عملنا البرنامج ده خرجنا منه العديد من الدفعات ومنهم دلوقتي من يعني يشغل مناصب كبيرة جدا في الدولة من اول وزير وحضرات نازل يعني فيه منهم خريجي البرنامج ده للوزير واللي محافظ واللي نائب خريجي هذا البرنامج الحمد لله وده يعني بنتشرف في ده على مدى لأنه ده كان بقى حصل فيه شراكات يعني شراكات مع وزارة الشباب والرياضة شراكات مع التضامن شراكات مع الجامعات شراكات مع جهات كثيرة جدا نفزنا البرنامج ده وبننفزه الوقتي في التوقيت الحالي ده مع المحافظين يعني مع استاد المحافظين بننفز ده بيبقى جزء من العاملين بالدولة وجزء من خارج يعني جزء من الناس العادية وجزء من الديوان لمحافظة مسو الموظفين المحافظة نفسه ده لان محاوره مهمة جدا وكلها مرتبطة بشغله يعني كل المحاور بتاعة البرامج دي مرتبطة طيب ولي خارج المحافظة برضو من الدين ما خارج المحافظة اما هو موظف بحتة تانية يا اما بيعمل لسه بيعد نفسه انه يكون قيادة فبنعم بنده ده وبنده ده وبنده ده التلاتة متحين بالنسبة لنا يعني دي البرامج اللي هي خاصة بالدول عندنا بقى اسمه قيادات الإدارية والتنفيذية رفاعة المستوى برضو ده كله بيقدم مجانا برضو شننا أكدها مجانا كله ما عندناش بش مؤسسة القادة تقدم يعني عايز أقولك مئات البرامج والمشروعات كلها مجانا بدون الحصول على دعم من أي جهة ما لا داخل ولا خارج مصر بفضل الله هو اعتماد كامل على القادة على مجلس أمناء القادة على العضاء المتطوعين معنا هم دول اللي احنا بنقدر نعتمد على الله ثم عليهم في الشغل طيب نيجي بقى المهم ليه احنا أطرحنا مشروع ضخم جدا مرتبط مش بالوعي بس مرتبط بالوعي ده حصري بالنسبة لنا ده أول مرة هتكلم فيه ده حصري ده حصري البرنامج ده هنا لازم يبقى لازم حتى دايما يتقطع لوحده كده وياخد جرعته بس حدك فيه جزء مرتبط بتنمية الولاء والانتماء مرتبط ببس الأمل يعني بس بقى أول حاجة بينمي الولاء والانتماء اللي أنا هقوله ده بينمي الولاء والانتماء عند المواطنين التاني حاجة بيبس الأمل عند المواطنين البسطاء وده مهم بالنسبة لنا يعني إزاي تعمل ده إنك تبس الأمل البرنامج أو المشروع على بعضه اسمه القدوة 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 دوت حضرتك مقصود منه إيه اللي هو تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق لدى أبناء الشعب المصري كلها طب ده يتعمل إزاي ده بيتعمل إزاي من خلال مجموعات كبيرة جدا من المؤسسة عندنا أعضاءنا منتشرين في كل المحافظات شكلنا لجانب في كل المحافظات لاختيار النمازج القدوة يعني القدوة من كل محافظة هننقي مجموعات طب القدوة اللي إحنا بنختارها هل إحنا هنختار النجوم للقدوة لا إحنا هنجيب من قاع المجتمع الناس اللي شغالة في المراكز والقرى والنجوع وكفور في المحافظات الناس اللي هي بتشتغل مش منتظر حاجة خالص ولكن هو مؤثر جدا في محيطه مؤثر في مجتمعه له علامات كبيرة في خدمة المجتمع بدون أن ينتظر مقابل وده المهم يعني أنت تلاقي المسلم ممكن يكون مدرس مثلا مدرس بيخدم أهل قريته أو مدينته أو مركزه وبيعمل أعمال جليلة جدا من غير منتظر مقابل ومش في دماغه طبيب زي مثلا حدا تفاكر طبيب الغلابة مثلا كده طبيب الغلابة بدأ نتكلم عنه بعد ما مات لا إحنا عايزين نتكلم عن الناس دي وهي أحياء عايزين نتكلم عن نمازج القضوة اللي موجودة نبقني كده عنا كاتب كده في المشروع بث الأمل بث الأمل لدى كل أبناء الشعب المصري اللي موجودين في القاعة المجتمع وبيشتغلوا بما يرد الله وبيشتغلوا بيرد الله ورسوله وبيشتغلوا للبلد طب إحنا نبقوا لهم البلد شايفاكوا البلد شايفاكوا جايلكوا وإحنا عشان كده بنعمل إيه بتخلق منافسة في كل حت يعني أنت لما مثلا لو أنت في أحد المراكز ولقيت مثلا عشرين تلاتين واحد من عندك تم اختيارهم كقدوة والناس دي فعلا استحقت لأننا بنعمل إيه في القدوة دعمهم يا إما إحنا الأول الاختيار الأهم حاجة الاختيار عندنا معايير الاختيار معايير الاختيار طبعا عندنا معايير كبيرة ودي اللي بتختار بناءنا عليهم مثل إيه يعني دكتور يعني أول يكون مؤثر في محيطه مؤثر في مجتمعه يتمتع بالأخلاق يؤثر على نفسه أي مصالح لا ينظر إلى مصالحه الشخصية على حساب المصالح للمجتمع والعديد بقى من المعايير دي طب هو إحنا الوقت ممكن حدك ترجي ترشح لي تقول لي والله أنا عندي في البلد عندي شخصية مهمة جدا وحد كويس وبيعمل كل حاجة فأنت حدك بتسلمني بياناته وبتسلمني دي أنا بنزل بقى بفريق العمل بتاعي اللي موجود في المحافظة دي أقول له إنزل المكان الفلاني تحرى عن الأمر ده ويسجل مع الناس المحيطة به ويسجل على ما يسجل معه كل اللي حواليه عشان يتأكد أن هذا الرجل هو نموذج قدوة طب إحنا خدنا نموذج القدوة ده هنعمل مع إيه أولا هنكافأه مديا مكافأة مادية آه مادية ثم مكافأة معنوية من تسليط الضوء عليه إعلاميا على السوشيال ميديا بكل فروعها كل حاجة هيبقى تسليط عليها الحاجة بقى التانية بعد ما نعمل ده هنعمل تكريم لكل محافظة كل محافظة هنكرم المجموعة اللي تلعت فيها بالتفاق مع سادة المحافظ طيب صفنا على مستوى الجمهورية كله هنعمل بإذن الله برعاية يعني إن شاء الله بإذن الله إحنا طلبين للرعاية سادة الرئيس إن هو يرعى المجموعات اللي هتخرج من الناس دي المسأل يكون مية في الآخر أو مية وخمسين هنعمل احتفالية كبيرة يعني وتمنى طبعا حضور سادة الرئيس ورعايته لها هيبقى ده المكافأة الكبرى طب ده هيعمل هيخلق حالة مجتمعية منافسة شريفة لدى كل المواطن الحاجة التانية بقى الحاجة التانية طب إحنا دوت هنعملو كعالأرض طب أنا بعمل إيه تانيه بعمل برنامج اسمه القدوة برنامج برنامج تلفزيوني اسمه القدوة خلصنا تقريبا معظم خطواته وخلاص إحنا بلقتي هنبس هنعمل بس التجريب بتاعه خلاص خلال أيام أو أسابيع يعني يعني فطرة قريبة جدا هنعمل بس على فضائيات الأول وعلى اليوتيوب يعني هينزل على إحدى الفضائيات هينزل على اليوتيوب هينزل هيعمل بحيث نبقى موجود في كل حت هيبقى ده هناخد النمازج القدوة دي وانسلط عليها الضوء ونتحدث معها ونتكلم معها وطبعا فيه مفاجآت تانية في الحلقة نفسها يعني بس مش بس أنا بجيب ده أنا بجيب ده ومعها حاجات تانية فدي طبعا هنتكلم ساعتها لأنها تبقى ديها تعرف في ناسكم مجرد ما بحب يتكلم ياخد الفكرة وروح عاملها مبوازة وابقى عملها وخلوها لأنا واخدنا حصر معاك ومدعمين معاك ومدعمين معاك لا أنا أقصد هي مشكلتنا عارف ايه مشكلتنا ان فيه ناس احنا مسلا عملنا سفراء الوعي طب انت عمل حاجة تانية لا ييجي يروح داخل ببوازلك الدنيا واخد حتة ويبدأ يشتغل عليه يا عمي انت خليك في نفسك وإحنا في نفسين احنا عمرنا ما قلدنا حد عمرنا احنا دايما بنسبق بخطوات يعني بفضل الله عنا مدى 11 سنة دي احنا عشر سنين عدتين ان شاء الله دي الحداشر عمرنا احنا تقريبا الافكار بتاعتنا بفضل الله كل يوم وعندنا مشروعات تانية كبيرة جدا برضو خلال الايام الجاية دي هنعنعنا وان شاء الله سيبقى معاك برضو حاجات حصرية بإذن الله ان شاء الله مع حضرتك ربنا نباري فيك الله يخلينا ومنشكركم بناوك حكاول عمراني ومكانت اتشو بي سي الله يكرم ونتظرون على السنة الكودم ومنحكاول عمران محمد العمران